نبدأ بخبر مهم حيث أصدرت النيابة العامة في مصر بياناً هاماً النهاردة بشأن آخر التطورات في قضية مقتل ريجيني الطالب جوليو ريجيني هذه القضية اللي هي من 2016 والتحقيقات فيها بين النيابة المصرية وبين النيابة الإيطالية مستمرة نحن نتكلم أن هذه التحقيقات اللي بقى لها أربع سنوات أخيراً بيظهر فيها نتيجة لهذه التحقيقات النيابة المصرية قالت أنه في إطار التعاون القضاء المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية بروما على مدار السنوات الماضية نحن نتكلم على أربع سنوات وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين وأخيرها اجتماع فريقية التحقيق بنيابتين يوم 28 أكتوبر في القاهرة وخمسة نوفمبر بروما كل فريق أدم للآخر ما لديه من معلومات وما أصفرت عنه التحقيقات بالواقع وبعد تبادل الفريقان الأراء برئاسة كل من النائب العام المصري والنائب العام الجمهوري بروما توصل لهذه النتائج هذا البيان بيشرح ما توصلت له النتائج التحقيقات الإيطالية ونتائج التحقيقات المصرية ماذا قال بيان النائب العام المصري أولا هو بيكلم على التحقيقات الإيطالية بيقول نيابة الجمهورية بروما أعلنت تعلن عن نيتها لإنهاء التحقيقات في الواقع بالاشتباه في خمسة أفراد منتمية لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قادي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه إذن خلوني بس أوضح كل حاجة وبعدين أعلق لكم نيابة روما طبقاً لبيان النيابة المصرية بتقول إيه؟ بتقول أنه التحقيقات الإيطالية اشتبعت في خمس أفراد ينتموا لجهاز أمني مصري وأن ما قاموا به طبقاً لإجتباهاتهم أو اجتباه الإيطالي هو بتصرفات فردية منهم دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية يعني بدون أوامر من أي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية وأن نيابة روما ستعرض هذا الاشتباه وفقاً للإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات يعرض بقى نيابة تعرض هذا الأمر على قاضي التحقيقات الإيطالي لاتخاذ الإجراءات طب ماذا قالت نيابة المصرية في هذا الملف الذي قدمته إيطاليا يعني جات إيطاليا قدمت قالت أنا مشتبهة في خمس أشخاص ينتموا لجهة أمنية مصرية نيابة العامة المصرية بقى رغم أي حطتها وأنا بقرأ نص بيان النائب العام رغم أقرأها للإجراءات القانونية الإيطالية إلا أنها تتحفظ تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة على غير أدلة ثابتة وتؤكد تفاهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها نيابة الجمهورية بروما يعني نيابة روما جات قالت أنا مشتبهة في خمس أشخاص بينتموا لجهاز أمني مصري وتحركوا بشكل فردي دون أن يكونوا بتصرفات فرية دون صلة بأي جهات حكومية أو رسمية النيابة المصرية تحفظت على نتائج هذه التحقيقات وقالت أنه لا توجد أدلة تثبت هذه الاشتباهات وأنه مبني على غير أدلة ثابتة أدلة غير ثابتة بالنسبة للنيابة المصرية ومع ذلك النيابة المصرية تقول أنها تؤكد وتتفهم القرارات المستقلة التي ستتخذها نيابة روما ده في إشارة واضحة أن هناك إجراءات لاحقة سيتم اتخذها وده كمان تمت الإشارة إليه أنه في تحقيقات وبعد كده في إجراءات أكيد هيكون فيه يعني للنيابة بقى تقدم للإجراءات القضائية لهؤلاء الأشخاص الخمسة ماذا قالت بقى النيابة المصرية في هذا الأمر؟ تعلن النيابة المصرية العامة وبقرة تاني بيان النائب العام تعلن النيابة المصرية العامة أنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي وقعت سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه نتكلم هنا على جوليو ريجيني حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب منهم إيطالي الجنسية آخر يعني شخص آخر خلاف الطالب المجني عليه وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهات أمنية مصرية وسوف تتصرف نيابة العامة في تلك الواقعة على هذا النحو ثالثا تؤكد نيابة العامة المصرية أن مرتكب وقعت قتل الطالب المجني عليه وهنا ريجيني لا يزال مجهولا وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة وتتفهم نيابة روما قرار النيابة العامة المصرية يعني أنا شرحت لكم بقى روما قالت إيه؟ روما قالت إنهم خمس أشخاص مشتبئة فيهم من جهة أمنية مصرية يتصرفوا بشكل فردي جات مصر قالت لأ والله أنا مختلفة مع هذا التوصيف وهذا التوصيف ليست له أدلة ثابتة وقالت بقى مصر عن تحياتها طب ما مصر لها تحيات قالت إيه بقى مصر عن تحياتها؟ النيابة العامة هنا بتكلم عنها أنها توصلت إلى أدلة ثابتة عن ارتكاب إن فيه تشكيل عصابي ارتكب وقاعة صرقة سرق الراجل ده اللي هو جوليو ريجيني الطالب جوليو ريجيني بالإكراه وعثر على متعلقات بمسكن أحد أفكار لقوا التشكيل العصابي ولقوا حاجات من متعلقات ريجيني في مسكن أحد أفراد التشكيل وأن هناك شهادات ثابتة بذلك وثابتة بتحقيقات النيابة العامة المصرية كمان أنه فيه وقائع أخرى ارتكبت ضد أجانب آخرين منهم إيطالي الجنسية من هذا التشكيل العصابي وأنهم استعملوا فيه ارتكاب جرائمهم هنا بقى الجزء ده مهم أنهم لما كانوا بيرتكبوا هذه الجريمة هذا التشكيل العصابي كما وصفتهم أنيابة المصرية استخدموا وثائق مزورة تنسبهم على غير الحقيقة إلى جهة أمنية يعني معاهم كرنيهات مزورة من جهة أمنية وهنا النيابة في روما قالت لك لا دول والله ينتموا لجهة أمنية النيابة المصرية قالت لك لا هذه وثائق مزورة وكرنيهات مزورة وسوف تتصرف النيابة العامة على وقاعة خلص الأمر عند النيابة العامة المصرية إيه؟ أنه مازال القاتل مجهولاً وأنها ستغلق ملف القضية مؤقتاً مع تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ جميع الإجراءات وأنه هذا تفاهم بين النيابتين طبقاً لبيان النيابة العامة المصرية هذا تفاهم بين النيابتين والكلام بنصاً بكلام النيابة المصرية تتفهم نيابة الجمهورية برومة قرار النيابة المصرية كما أن النيابة المصرية في فقرة سابقة قالت إنها تتفهم قرار النيابة الإيطالية أو نيابة الجمهورية برومة إذن هذا طبقاً لبيان النيابة المصرية تفاهم بين النيابتين كل واحد بيتفاهم هذا في خلاف بين النيابتين في خلاف بين التوصيف لكن هناك تفاهم بين النيابتين في نيابة قالت أنا حكمل في إجراءاتي وعندي خمسة مشتبه بيهم وفي نيابة تانية قالت لك لأ أنا معترضة على ده وتوصيفي لهذا الأمر أنه تشكيل عصابي وأنه انتحل كرنهات مزورة لارتكاب هذه الجرائم وأن احنا حنقفل هذه القضية مؤقتا مع أنه القاتل مجهول بالنسبة للمصريين وأن هناك تفاهم بين النيابتين كده احنا بنغلق قضية جوليو ريجيني اللي بقالها من 2016 والحقيقة اللي هي كانت يعني من أهم القضايا العالقة بين مصر وإيطاليا يعني هنشوف ماذا سيصدر من الإيطاليين ولكن هذا هو البيان المصري عن التفاهمات المصرية الإيطالية في ما يخص قضية ريجيني ترجمة نانسي قنقر